السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حصة جديدة من حصة اللغة العربية المكون القراءة الوحدة الثانية المدرسة الحصة الأولى الموضوع هو الصوت س حرف السين هيا لنتعرف على ذلك وقبل البدء في القراءة علينا أن نقرأ الكلمات البصرية لدينا هذا، هذه أكتوبر، الأحد، أمام، الاثنين، صفر، أنا، الثلاثاء، ما هي؟ كرروا أبناء قراءتها والآن وضعية الانطلاق لدينا كأس، شمس، عسل، سلحفات، سمكة ما الصوت المشترك بين هذه الكلمات؟ نعم، إنه الصوت س الصوت س هيا لننشد نشيد الحرف أنا السين، أنا السين، كسلسلة أستدير أنا السين، أنا السين، كسلسلة أستدير أنفصل في الدروس، وأتصل في المسير أنا السين، أنا السين، كسلسلة أستدير أنفصل في الدروس، وأتصل في المسير إذن صوتنا اليوم والصوت س الصوت س كرروا أبنائي نطقة الصوت س نعم، جيد، والآن نشاهد لدينا سمير، سرور، سمر، سرب ما الصوت الأول؟ ما الصوت الأول؟ جيد، إنه الصوت س إنه الصوت س والآن أبنائي، إذا سمعنا الصوت س نرفع اليد لدينا سمكة نعم نرفع ضفضع لا نرفع سلحفات نرفع اليد يتضمن الصوت س نمر لا يتضمنه شمس نعم، يتضمن الصوت س مسمار نعم، يتضمن الصوت س والآن أبنائي نقوم برفع اليد اليوم، إذا سمعنا الصوت س في أول الكلمة ونضع اليدين على الصدر إذا سمعنا الصوت في وسط الكلمة ونرفع اليسرى إذا سمعناه في آخر الكلمة لدينا سر ماذا؟ أين يوجد؟ نعم، في أول الكلمة دس في آخر الكلمة نرفع اليد اليسرى مسرور أين يوجد؟ في وسط الكلمة سردة في أول الكلمة باسم في وسط الكلمة جيد أبنائي والآن نتعرف على أشكال حرف السين نقرأ أولاً سبابة السين في أول الكلمة سدّة نعم، أيضاً في أول الكلمة مسمار السين في وسط الكلمة رسمة نعم، السين في وسط الكلمة شمس السين في آخر الكلمة درس السين في آخر الكلمة منفصلة إذن لدينا سا، سو، سي، ثم حرف السين لدينا سا في أول الكلمة لديها ثلاثة أسنان وتمد يداً واحدة سو في وسط الكلمة تمد يديها يعني تمسك بالحرف الذي يسبقها والحرف الذي يتبعها ولدينا سي في آخر الكلمة منفصلة ولدينا الحرف السين في آخر الكلمة والآن نقوم بتجزيء كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال لدينا سرير قمنا بتجزيءها المقطع سا المقطع ري المقطع رون نقوم بتجزيء كلمة راسا ما راسا ما إذن المقطع الأول فكروا جيداً را ثم سا ثم ما لدينا كلمة مسرور مسرور وننتبه للمقطع الساكن مسرور المقطع الساكن دائماً يجزأ مع الحرف الذي يسبقه لا يمكننا أن نجزئه بمفرده جيد أبنائي نقوم بكتابته في كتاب أو كراسة المتعلم شكراً على حسن استماعكم وإلى اللقاء في حصة جديدة بإذن الله